موسيقى مساء الخير و اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الصحافة اليوم النهاردة اليوم الرياضي خلينا النهاردة مع صفحات الرياضة ومواقع الرياضة بلاها سياسة بلاها وجع قلب مش نقصين كمان احباط ولا اكتئاب ولا اخبار وحشة رغم من الاخبار اللي جاية دي برضو وجع قلب بس من نوع تاني وجع القلب الجميل بتاع زمان خناته الكورة والملاعب والاستداد والمدرجات اما كانت دير خناقات الوحيدة في حياتنا اما كان اكبر خناقة في مصر هي انتقار رضا عبدالعالم من زمالك الاهلي في صفقة العمر لزمالك قالت وكل قاعد بتخانق على الفلوس اللي اتدفعت الفقرة دي مخصوص للناس اللي كانوا قلقانين على مصر الناس اللي كانوا قلقانين مصر هيحصل فيها ايه مصر تغيرت ودلأ البلد ما بيقيتش زمان لا يسيد الطمن هي بحطت ايدك زي ما هي حطتها كده وتعالى خدها من هنا لسه فيها ناس بتفبرك اخبار عن نفسها عن الموت علشان تتشهر ولسه فيها ناس ومسؤولين بيقولوا تصرحات وردية ما بتحقش زي ما كان بيحصل زمان ولسه فيها خناقات مسلسلات رمضان ولسه فيها موضوعات بتتعامل عن العري في مسلسلات رمضان ولسه فيها موضوعات بتتعامل مع الفنانين بيردوا يقولوا انه طالما العري في رمضان موظف في السياق الدرامي ده عادي كل ده عادي لسه البلد على حطة ايدك افتح الجرائد هتلاقي نفس الموضوعات بتاعت كل سنة هتلاقي الخناقات حوالين التصريح بتاعت صلاة الترويح والتهجد وهتلاقي الخناقات بتاعت مين يبقى الامام ومين بقاش الامام افتح الجرائد هتلاقي الاستزراف في اختيار أسماء البلح اللي بيتباع هتلاقي الخناقة حوالين أسعار يلميش كل التقارير ذي موجودة من يوم متولدت بحطت ايدك بتتكرر بتتغير حجمها بيزيد حجمها بيقل هتفتح بقى الجرائد كده تخش على صفحات الدين والمواقع هتلاقي نفس الناس عملالك نفس الفتاوة بتاعت كل سنة هو انا لو كنت بس تحمى يا سيدنا الشيخ ودخل في بقى نقطة مايب انا كده فطرت وطبعا مستني الشيخ يضع من عشر دقيقة عشان يرد على رسول الله وبعده واحد تاني يسأله وقالوا هو انا يا سيدنا الشيخ لو انا المغرب ادن افطر لما يقول الله اكبر ولا استأنى لما اداني يخلص الفتاوة دي موجودة والناس بترد عليها عادي والاسئلة دي بتتسيل وتروح لدر الافتة بالمناسبة فهي بحطت ايدك اوعى تقلق ابدا ولو عاوز تتأكد ان هي لسه بحطت ايدك او رجع لها رونقها الهادي بتاع زمان يعني ادخل بقى على صفحات الرياضة هتلاقي الخناءات المعتادة خناء ما بين الاهلي والزمالك على صفقات اللاعبين ابرز العنامين موجودة النهاردة ما لا يقل ما لا يقل عن الف واربعتاشر عنوان موجودين في المواقع المختلفة كان مواقع عامة لصحف وفجرات مشهورة زي اليوم السابع والاهرام والوطن والاخبار والمصر اليوم او ليه المواقع الرياضية زي كورابيا وزي يلا كورة وزي في الجول كل هذه المواقع فيها كمية اخبار غير عادية وغير اعتيادية عن صفقات الانتقال والحمد لله ما شاء الله وخمس كده معي كل هذه الاخبار على كل موقع موجود الخبر وعكسه موجود الخبر وضده موجود الخبر وتكملته وعلى المواقع التانية كل خبر بيقول حاجة تانية وفي نفس الوقت هتلاقي اخبار رياضية عن هذه الصفقات نفس المسؤول بيقول للمصر اليوم حاجة غير يقولها اليوم السابع غير يقولها الوطن غير يقولها ليه كرابية حاجة كده زي الفخفخينة فخفخينة ما قبل رمضان علشان كده بقولك انه افرح البلد بحطت ايدك الاهل والزمالك بيفتحوا كالعادة بنرجع تاني لفتح المزادات على اللعيبة من اول وجديد بعد ما كنا خلصنا من هوس هذه الصفقات وبعد ما كنا ارتحنا من فكرة ان الاندية الصغيرة اللي هي بتتمنى بس او اللعيبة الصغيرة بتتمنى تلعف لأهل والزمالك وترضى بأي فلوس رياعنا تاني للعيبة اللي بتتشرط دلوقتي على الأهل والزمالك وبدل مليون عاوز عشرة واللي مش عاوزه همضل التاني عندن فيه وانا وانت كجمهور أهل والزمالك بتوع درجة تالتة وامتابعين عارفين كويس جدا ان وقت الخنائات ولا لعيب من اللي كان عليهم خنائات الملايين بين أهل والزمالك فلح كله بيروح عود عالدكة ويأما يتبعه بنص التمن أو يطلع إعارة في الانتقالات الشتوية يأما يفضل لآخر السنة وينادي يسرحه ويتنازل عن كل فلوسه هل يحصل ده مع الكمية الضخمة من الصفقات الوسط لحوالي تلاتة تشر بعتاشر صفقة الأهل والزمال بتخلقوا فيها خلينا نشوف وخلينا كده مع حضراتكم نمر مرور سريع المرور هنا مش أهميته إن أنا أكشف لك مين كسب صفقة مين مش فارق معايا خالص ده ده تناقش في برامج الرياضة أنا هممني إن أنا أقول لحضرتك الأزمة بتاعة إن إحنا عايشين في عبس عايشين في خلطبيطة المهم اللي أنا عاوز أكشف لك منه هنا غياب القوانين غياب المنظومة الرياضية اللي تحفظ دهاز الوطن أمواله من الإهدار في صفقات معمولة للكيد والعند الرياضي وسياسي يعني اتنين رؤوساء أندية عاوزين يقوموا بعض عاوزين يكسبوا الجمهور يسقفلهم شوية فيروح يصروفوا فلوس هذه الأندية في هذه الصفقات اللي محدش عارف راحل فين الأهم من كل ده هتسأل تقول لي إيه أبرز صفة من خناقة الصفقات اللي موجودة في الجراء دي هقول لك إنه ده يعني إن أكبر اتنين أكبر ناديين في مصر مفيش ولا نادي فيهم عنده خريطة واضحة لإحتياجاته ومتطلباته لأنه لو عنده هذه الخريطة مش هيتطر يروح يعاند في النادي تاني كل نادي فيهم بيروح بيروح يشوف الأهل بيلعب على مين أو زيال بيلعب على مين ويروح يعانده ويعلى عليه في المزاد عشان يخسروا فلوس أو يخسروا الصفقة ده إنما لو دل فإنما يدل على إنه مفيش وعي ولا فيه فكر ولا فيه رؤية ولا فيه حد باصص للمستقبل ولا حد بيحاسب على أموال هذه الدولة الممثلة في هذه الأندية اللي بالمناسبة بتدعم من الدولة أو بتحصل على دعم من الدولة قلينا بقى نروح للأخبار ونقرأ مع بعض كده بسرعة المنشورة في جرائد ومواقع النهاردة في المصر اليوم أنيسة بوجلبان لعب النادي الأهلي السابق والمدرب العام للنادي الصفاقسي التونسي بيقول إن فيه اتصالات حقيقية ومفاوضات الشفاهية ما بين مسؤول الصفاقسي والنادي الأهلي للتعاقد مع اللعب الكنغولي مبيدي ده اللي قاله أنيس بجلبان بس سبحان الله سبحان الله في جرنال الوطن خبر بيقول إن فيه اتصالات من الزمالك تلاحق الأهلي في تونس عشان تفسد صفقة مبيدي هذه أول حتة تروح على مصر اليوم تلاقي خبر بيقول إن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس نحمود طاهر بيتوصل الاتفاق نهائي مع سعيد النصري رئيس نادي الوداد المغربي علشان يضمه المهاجم الجابوني ماليك إيفونا هدف الدور المغربي برسيد 16 هدف وإن الأهلي حصل على توقيع اللاعب منذ عدة أسابيع ده اللي موجود في مصر اليوم لكن اللي موجود في اليوم السابع خبر تاني خالص على لسان أحمد مرتضى عيده مجلس إدارة النادي الزمالك اللي بيقول إن القلعة لبيضاء دخلت فيه مفاوضات مع خمس لعبين أفارقة بخلاف مالك إيفونا اللاعب الجابوني ده اللي هو مهاجم الوداد المغربي وإنه خلاص اقترب من التوقيع للزمالك إحنا بنتكلم عن خمس لعب أجانب في الفرقة الوحدة ومع ذلك كله داخل يضرب طبعا الإخوة في المغرب وعندهم حق استغلوا حالة العبط الأهلاوي الزمالكاوي دي وفتحوا مزاد على اللاعب اللي ربما سوقه ما يوصلوش إنه يطلب فيه 2.5 مليون دولار وقالوا لهم اللي يدفع يشيل في المصر اليوم بقى خبر تاني بيقولك إن مجلس إدارة النادي الأهلي بدأ مفاوضات سرية مع مسؤولي نادي بازل السويسري عشان يجيبوا اللاعب منتخب مصر أحمد حمودي ده اللي بتقال خلاص إنه الأهلي هيجيب أحمد حمودي فجأة جورنال الوفد عنده كلام مختلف خالص بيقول النادي الزمالك هو اللي اقترب من ضم أحمد حمودي عادي جدا قادي مزاد جديد تروح بقى الخبر جاي في المصر اليوم خبر تاني بيقول إنه محمود عبد المنعم كهرباء لعب نادي أمبي قيل للمصر اليوم أنا دلوقتي بركز مع نادي أمبي علشان المباراة المتبقية من الموسم لكن مفاوضات النادي الزمالك معايا هي الأهم وهي المتقدمة عن النادي الأهلي ده اللي قاله الراجل في المصر اليوم نفس اللاعب في البوابا نيوز في كلام تاني خالص بوابا نيوز بتقول إنه محمود كهرباء وقع رسميا عقد مع النادي الأهلي في جلسة في جلسة جمعته مع مسؤول النادي الأهلي وإن الأهلي ضغط على اللاعب علشان ياخد توقيعه خمس سنين علشان يقطع الطريق على الزمالك وخيط لبالك من الصقة اللي البوابا نيوز بتقولك فيها إنه وقع رسميا هادي خناء على صفقة ستة تروح بقى للصفقة السبعة المصر اليوم بتقولك صالح جمعة لعب نادي أمبي واللي رجع من رحلة احتراف من ناسنا الماديرا النادي البرتغالي بيقول إنه ما عندهش مانع إنه يروح يلعب في الزمالك تفهمني؟ ده اللي عنده ده اللي موجود فين على المصر اليوم نفس اللاعب بيقول في اليوم السابع لو صالح جمعة لما السبعة نازلة الكلام ده النهاردة أنا هلعب لللي يدفع أكتر علشان أستفيد أنا والنادي بتاعي وأكبر قيمة للصفقة بتاعتي هاللي أختارها وإنه مش هيمنعني رغبتي إن أنا لعب بنادي معين أنا هلعب للنادي يدفع أكتر اللي مفاجأ بقى إنه نفس اللاعب موقع دوت مصر ينشر خبر يقول إنه صالح جمعة وقع عقد رسمي بانضمامه للنادي الأهلي خلال تواجده في الفيلا بتاعت المشرف العام على الكرة في النادي الأهلي على عبدالصادق وإنه مرسم التوقع دي حضرها وكيل اللاعب عبدالرحمن مجدي ورئيس نادي أمبي ماجد ناجاتي ده اللي قاله كمان شقيق عبدالله شقيقه عبدالله جمعة على تويتر من شوية واللاعب نفسه قال على حسابه على تويتر وأقسم بالله إنه خلاص وقع على الأهلي فهي دي خناقة تقريبا خلصت أو مش بس خلصت هي ترجع معاك كمان فكرة إنه إزاي نفس هذا الاختلاف الموجود في الجرائد يعني اللاعب بيقسم بالله إنه وقع على بياض بينما الجرائد بتنشره كلام بيقول إنه هو مش هيوقع غير اللي يدفع أكتر فهي الأخبط وروح بقى بليه الصفقة أو الخناقة القبرى حتة الكريز بقى بتاعت الخناقة بتاعت الصفقات اللي هو اللاعب غالبا اللي هيبقى مصيره زي كل اللاعبة اللي تخنقت عليها الأهل والزمالي صفقة عمرو السلية نجميل إسماعيلي دي عمالة بقى بتتطور وتروح وتيجي وعمل أصراع كبيرة جدا بين النادي الأهل والزمالي على اللاعب رغم إنه زميل عمرو السلية واللي كان وقف جنبه كده في مربع في مربع في قلب المستطيل الأخضر أحمد خيري حصل عليه نفس الخناقة ما بين الأهل والزمالي وأحمد خيري قاعد على الدكة من يوم مراحل أهل حتى هذه اللحظة وبيفكروا يبقى موجود جزء من صفقة تبادلية الصراع ما بين الأهل والزمالي على عمرو السلية خلى الأهل زي ما بتقول المواقع زي ما بتقول موقع البلد يقرض خمسة مليون جنيه كاش على الإسماعيلي عشان يتنازل على عمرو السلية الزمالي طبقا لموقع البلد دخل يزايد علشان يبوز الصفقة أو ياخد عمرو السلية زي ما قال أحمد مرتضى برضو إنه هو موقع مع النادي الزمالي الخناقة دي طبعا طمعت ودحقه رئيس نادي الإسماعيلي محمد أبو الصعود اللي قال مفيش بيع إحنا نفتح مزاد على اللاعب لللي يدفع أكتر بعد ما نعمل اجتماع الجمعية الأممية يعني شوف الراجل عمل اجتماع الجمعية عممية علشان يكرر إذا كان يبيع العيب ولا لأ إحنا عايشين في البلوزة موقع كرابيا بقى متكلم عن نفس اللاعب في خبر تاني بيقول عمرو السلية اللي الزمالي بيقول إن هو خد توقيعه والأهل بيقول إن هو خد توقيعه فهمني فهمني يعني الأهل بيقول إنه معاه توقيع عمرو السلية والزمالي بيقول في مواقع تاني وجرد تاني إنه معاه توقيع عمرو السلية يطلع كرابيا بقى يجيب تصريح من عمرو السلية يقول له أنا موقعتش لحد واللي عنده عقد يطلعه تحدي تقوم على طول بقى جريدت الفجر رايحة للموضوع من الحتة اللي بتحبها وقالت لك أن عمر السلية هيروح الأهلي بأوامر نسائية شوية سبايسي بقى في الموضوع كده ليه؟ قال لك لأن والد خطبته صديق مقرب لمحمد عبد الوهاب عوده مجلس دارة النادي الأهلي وهيجبره أو هيدفعه أنه هو يوقع على النادي الأهلي لكن الفجر نشرت قيمة مالية مختلفة عن اللي نشرتها النشر وموقع البلد اللي هي البلد قالها هياخد 5 مليون ويهي الفجر بتقول 10 مليون يعني ضعف اللي تقال في موقع بتاع صدى البلد شفت حضرتك كوكتيل اللي خبطة الحلوة ده شفت فكرة الخبر وعكسه شفت كل الحاجات بتتنشر في نفس اليوم وفي نفس الجرائد وفي المواقع وعلى نفس الألسينة وعلى تصرحات نفس أعضاء مجلس الإدارة كلها وعكسها ومحدش عارف حاجة بزمتك بزمتك فأنهي دولة محترمة أو فأنهي منظومة رياضية محترمة نبقى عادين كلنا حطين إيدنا على خدنا مش عارفين مين مضى المين ومين قعد مع مين كلام ده بره بيحصل عادي جدا يا جماعة ده العالم كله بقى عارف انه فلان راق يمدي في منشستر قبل الهنب سنة ليش يغلع صبات شيكاغو ده يعني يعني كلكم اتقصرين بمستر إكس ليه كده وبعدين ما سهلة قد العرض وقد العرض لكن بقى اخطف يا عم حطه في العربية حطه في كيس خليه يمضى على بيض وابتاع ونقل نتخانق آخر السنة ونخسر 3-4 كويسين من اللعيبة علشان يتعاعدوا 3-4 شهور لأنهم اتدحك عليهم باسم القانون واللعيبة دي طبعا الخسران الوحيد منتخب مصر لأنه في حوالي دلوقتي زي ما قولنا كده وإحنا منعد حوالي 15-16 لعيب تقيل ومحترم مش مركز ولا هيركز لأنه في خناها في خناها يعني هو مش عارف يختار فين ومعندوش حد يساعده على الاختيار برضو ومعندوش ثقافة الاختيار شخص واحد بس ما بين كل البلوزة دي والارتباك ده هو اللي قال التعليق الصحيح من وجهة نظري هو الراجل المحترم عزي الدين حسين نائب رئيس الاتحاد السكندري اللي قال لجريدت الفجر قال لها بصوا اللي بيحصل من عودة حرب الصفقات ما بين أهل الزمالك ده عند غير مبرر ومش مفهوم ودايما ودايما ما بيكونش في صالح الرياضة في مصر لأنه بيعلق أسعار اللعيبة وبيخرب بيوت الأندية الصغيرة وبيفرها من اللعيبة بتاعتهم وقال إن الأهل الزمالك دلوقتي بيتعاملوا بمنطق اللي يدفع أكتر يكسب وبقيني قال لك كلمة صحة قال هذه الطريقة في إدارة الصفقات بتحول اللعيبة إلى عبيد بتحولهم العبيد واللعيبة بتروح ما بتلعبش ومصر هي اللي بتخسر الرياضة في مصر هي اللي بتخسر خد بقى بالك كده في النهاية بلما نطلع إن اللي فده كله مش مجرد أخبار راضية عادية ولا تتعامل معاها على إنها صراع ما بين الأهل والزمالك ويا عم ده كلام معدوية ما عشنا الكلام ده آه عشناه وشوفنا من أول سعيدة عبدالعزيز والناس اللي قعد على خناقات الدنيا والآخر هم محدش لعب لكن عشان عشناه إحنا مش عاوزين يتكرر اللي يتكرر بالكربون لكن اللي حصل ده وهذه المجموعة من الأخبار المتنقضة المبطورة الغير مفهومة وهذا صراع العبسي الطفولي ما بين الأهل والزمالك بيخلينا أقول لك حاجتين مهمين جدا أو ثلاثة أولا إنه ما فيش تخطيط أكبر ناديين في مصر ما عندهمش خطة ما عندهمش إدراك لإحتياجاتهم الكروية هم بس مركزين في إن هم يغلسوا على بعض مركزين إنه هم يعلموا على بعض وكأننا في خناقة حراض وبعدين عادين بندفع الفلوس دي كلها ونالت زالك عنده سبع لعبين سبقين شاكينه عشان ما يفعاشوا فلوس فيعني حاجات مش مفهومة لما الاتنين الناس اللي في أكبر ناديين في مصر مش عارفين يديروا أموال الأندية بتاعتهم وبيضيعوها في الصراع الدعائي وإعلامي مالوش معنى الناس بتتخانق بتفاوض على ثلاثة لأربع العابة بالعابة في نفس المركز أنا مش فاهمها وما تفاهمنيش إنه ده هيتحسب تفاوض لنادي على النادي لإن إحنا عشنا مع بعض كلنا فسادة زي المنظومة في الآخر بينها على الآخر الموسم لابعرفين يدفعوا اللعيبة ولا عرفين يتصرفوا على الأندية ولا عرفين يجددوا منشآتهم ونقض نصرخ بقى ونخش في خناقات مع اتحاد الإزاعة والتلفزيون والفضائيات عشان يزين فلوس أكتر ما هو أنت لو درت فلوسك من الأول صح مش هتتزيني الزنقة دي لمن ثلاثة وده الأهم للأسف الأخبار دي كلها لها معنى واحد إحنا ما عندناش منظومة محترمة ومحترفة في إدارة الرياضة في مصر وده معناه أوعى تتخلمك كم حاجة تفهس مع الرياضة والكورة لا ده معناه أن احنا بنضيع أموال البلد دي على الفاضي الناس بتكسب من الكورة بره مليارات علشان بيدروها صحة مش بطريقة غزن وأنا غيزك مش بطريقة عنطر وليب لب الكورة دلوقتي بتضار في مصر بطريقة عنطر وليب لب سواء في موضوع البس الفضائي أو في موضوع الصفقات دي بره حضرك تسمع من أول الموسم النادي مهتم بفلان بعدين النادي يحصل على توقيع فلان بعدين النادي عامل حفل استقبال لفلاني فلاني ثلاث أخبار تسمعهم في أقصى وأبشع وأعظم الصفقات اللي في الدنيا رونالدو ريال مدريد أو نيمار بس ريال مدريد مهتم بفلان هذا الخبر ده بنيمار قال له من عزر حبار شونه قال له تفضل مضى العقد وقع العقد راح احتفل ده اللي اسمعناه لكن اللي احنا عايشينه هنا ده جماعة أنا آسف اسمه بلوزة وفي الآخر اللي هيدفع التمن احنا هندفعه من فلوسنا احنا هندفعه من مستقبل الكرة في مصر لأنه فيه ناس عاوزة تلعب لعبة عنطر ولبلب وفي الآخر بو قابلوني اللي حصل مع القديم هيحصل مع الجديد نفس المعطيات هتقدل نفس النتائج لأنه مش هتغيرت السيستم كله زي ما هو اللي هانا مش شوف شوفكم بعد قليل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر